بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن النبي الكريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم عن المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث فيه بيان مقصود الصيام وأنه تحقيق تقوى الله عز وجل في القول والعمل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمقصود الصوم هو تحقيق التقوى وبقدر ما يحقق العبد التقوى في قوله وعمله يدرك من مقاصد السيام وغاياته وأجوره وثوابه لهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور أي من لم يترك القول الباطل والعمل به أي والعمل بالباطل وهذا يشمل كل قول محرم وكل عمل محرم والجهل والجهل يرجع إلى الاثنين بمعنى أن قول الزور والعمل به من الجهل فالجهل هنا المقصود به عدم العمل بالعلم وذلك أن عدم العلم بالعلم جهل ولو كان الإنسان عالما قال الله تعالى إنما التوبة على الله الذين أعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فقولوا بجهاله أي بعدم علم بعدم عمل بالعلم وليس بعدم علم هم يعلمون أن هذا محرم لكنهم يأتونه فكانوا بذلك كالجاهلين في أنهم تركوا مقتضى العلم في الحديث مسألتان المسألة الأولى أثر الذنوب على الصوم لا شك أن مقصود الصوم هو تحقيق التقوى والتقوى هي التزام ما أمر الله تعالى به في القول والعمل فإذا أخلى الإنسان بذلك لم يأتي بمقصود الصوم وينقص من أجره بقدر ما يقع في صومه من المخالفات سواء كانت المخالفات قولية كالكذب والنميمة والغيبة والشتم وما إلى ذلك من قبيح القول أو كان ذلك في العمل كإطلاق البصر في المحرمات إطلاق السمع في المحرمات كالتزوير في المعاملات الإخلال بالواجبات التقصير في الصلوات التقصير في الفرائض والواجبات كله مما يندرج في العمل بالزور الذي ينقص أجر الصائم ولهذا الذين يصومون ثم يضيعون الصلوات هؤلاء لا ينالون أجر الصيام على الوجه الذي يؤمنونه لأن الصوم مقصوده التقوى فإذا كان الصوم سبيل لإضاعة الصلوات وعدم المحافظة عليها فهذا لا شك أنه منقص للأجر نقصا عظيما ولهذا قال فليس لله حاجة أي ليس لله مقصود في أن يترك طعامه وشرابه فالله ما أمرنا بترك الطعام والشراب والملذات المباحة لأجل أن يمنعنا بلا غاية ولا مقصود بل غاية ذلك ومقصوده أن يكون الإنسان قائما بطاعة الله عز وجل وأن يكون الصوم عونا له على ما يحب الله تعالى ويرضى لها أن يكون الصوم طريقا له في ارتكاب المحرمات والوقوع في المعاصي والسيئات أما المسألة الثانية هل يبطل الصوم بوقوع شيء من المعاصي فيه للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على أنه إذا وقع في الصوم في معصية فإنه لا يبطل صومه بل صومه صحيح مدام أنه ممسك عن المفطرات بمعنى أن المعاصي غير المفطرات من الكذب والنميمة والعمل بالسيئات في غير المفطرات لا يفسد الصوم ولا يبطله إنما ينقص أجره وقد يذهب بالأجر بالكلية إذا كان ذلك قد عمر وقته في صيامه بالمعاصي أو كانت المعاصي عظيمة لكن هل يستوي من صام وعص الله في صيامه مع من لم يصم ولم يعص الله الجواب لا لا يستويان بل عقوبة ذلك أعظم من عقوبة هذا وبالتالي كل الإنسان يقع في المعصية وهو صائم هو خير ممن يقع في المعصية ولا يصوم فإن الصوم لا بد أن يكون له تأثير على الإنسان وإن كان قد يحبط عمل الصوم بما يكون من المعاصي فيه وينقص أجره لكنه لا يكون كتارك الصوم من أصله ذهب بعض أهل العلم كالأوزاع والظاهرية إلى أن المعاصي تبطل الصوم بمعنى أنه إذا وقع في معصية فقد فسد صومه وعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه قضاء ذلك اليوم كما لو كذب في الصيام مثلا أو لم يغض بصره أو عمل بمحرم فإنه يفسد صومه وعليه القضاء لكن الذي عليه الجمهور وهو قول عامة العلماء أن الصوم لا يبطل ولا قضاء عليه لكنه يذهب من أجره بقدر مخالفته للتقوى في صيامه في قوله أو في عمله اللهم أعننا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا وبلغنا ما تحب وترضى من الأعمال في السر والعلن واصرف عنا السوء والفحشاء وكل شر واجعلنا من حزبك وأوليائك وصلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا